وآخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وزي ما احنا متعودين في نهارك سعيد بنرعى كل الشباب وكل من عنده موهبة وكل من هو بارع في رياضة أو بارع في فن ضيفنا دلوقتي بطل محلي وحق كذا بطولة محلية في كمال الأجسام مشرفنا كابتن أحمد رشاد بطل كمال الأجسام الوزن التقيل المحليا أهلا بيكا كابتن من أورد أهلا وسهلا بحضرتك فرصة سعيدة وخلينا الأول نتكلم بداية نتكلمني عن بطلاتك المحلية قبل ما نفتح في الكلام عن كمال الأجسام البطلات المحلية أنا بدأت فيها من 2003 كحلم أن أنا أطلع السلم من أوله يعني أحاول أحقق حاجة أفتخر بيها فيما بعد لأولادي وقام صحابي وقام أهلي وأثبت لنفسي شيء أنا كنت أعايز أثبته لنفسي البطلات المحلية طبعا عشان توصل للعالمية لازم الأول تاخد السلم من تحت الفوق ما ينفعش أجي وأعمل فرمة أو أعمل جسم وبعدين أخش بطل عالم على طول لازم أخد السلم درجة درجة أول بطولة حضرتك كانت 2003 محافظة بانسويف عملت مركز أول وزن 90 كيلو تاني بطولة طبعا بطولة دي اتأهلتني أن أنا أوصل لبطولة بطل أبطال سعيد مصر الكبار البطولة دي كانت برضو في 2003 بالتحديد 13-03-2003 دي كان حضرها سيادة الدكتور عادل فهيم رئيس التحدي المصر كمال أجسام ولزال دي عملت فيها مركز رابع وكان جاب بيها أبطال عالم كبار واتشرفت أن هم كانوا جنبية وأن أنا نفست معهم بعد كده انقطعت فترة عن التمرين نظرا لزغوف مادية طبعا يعني الكل يعلم كل من بيمارس رياضة كمال أجسام يعلم أن الرياضة بصفة عامة يعني خاصة الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بقت تحتاج مديات أكتر مكلفة مكلفة تحتاج مديات أكتر كملي بس البطولات دلوقتي عشان نتكلم بعد كده بقى بالتفصيل في كمال الأكسام كملي بس في بطولات أملي كده بالترتيب أغربعة البطولات بالترتيب أغربعة يعني اللي جنبك بنيبتدي باللي جنبك اللي جنبي اللي جنبي ديت من غير ما申الLA ماش أبان في الشاشة قوي بس يشاوري عليهم وقولي دي كذا دي كذا اللي جنبي دي بطولة أكتوبر دي نادي الشرطة نادي الشرطة نادي التحدي الشرطة الدرجة الثانية اللي pennا بلعب درجة الثانية الوزن 90 كيلو الترتيب الخامس بطولة مصر ومدونة تنشطية دي بطولة صلاة خاصة وزن فوق 100 كيلو درجة أولى ودرجة تانية بطولة برضو نفس البطولة وزن ترتيب الرابع في هنا هنا التانية في مركز الدور طيب انت وقت بطولات كتير محلية وعايز توصل للعالمية ورياضة كمال الأجسام رياضة مكلفة لانه ما بقتش زي زمان بقت معتمدة بشكل أساسي على المكملات لعشان توصل لنتيجة مش المكملات بس هي الحاجة الخطأ اللي الناس فهمها ان لعب كمال الأجسام كل اللي داخل جسمه كمويات مش ده صح لعب كمال أجسام بيتعب في الجيم بيتعب في التمرين بيتعب في تنظيم وقته أو تنظيم يومه لانه مش متفرغ اغلب اللعبة مش متفرغ للعبة بس طيب خلينا نفرق بس عشان نوضح للناس المكملات الغذائية هي خلاصة مواد احنا بنا كلها ده غير الحاجات التانية اللي هو الكيميوات اللي هو بيكلم عنها اللي ممكن توصل لهرمونات وممكن توصل لحاجات مضرة جدا للجسم فدي حاجة ودي حاجة المكملات كل الناس أو كل من بيلعب الرياضة بيستخدمها عادي عشان تديله نتيجة خلاصة غذائية يعني التكاليف اللي انت بتصرفها على الرياضة تكاليف تمريني وتكاليف تخزية بتاعتي تختلف عن تكاليف كابتن بطل عالم طبعا هو بيصرف اكتر انا بصرف اقل منه انا طبعا بصرف تكاليف حدد لي كده عشان الناس تبقى معنا في الصورة تخزية اهم حاجة اول طبعا بروتين في اليوم لازم اقل حاجة اربع مرات او خمس مرات اربع مرات بروتين في اليوم انت كده لا نتكلم ايه لحمة ولا بيد لحوم خالية من الدهون صدور فراخ سمك طبعا اغلبه ماشوي او مسلوق طبعا المحمر او المتسبك اللي هو والدتي و والدتك بيعملوه بالبلد كده يعني ده طبعا غلط على لعب كمال الاجسام بجانب الخضروات والفاكهة دي طبعا برضه اساسي بمسبة لعب كمال الاجسام بس الجرعة كده كده اللي بيلعب كمال اجسام في الزمن ده كده بيتخرب بيته يعني كيلو اللحمة بكام كيلو الفراخ بكام ومخلي بقى هو احنا بمزبطها على قد امكانياتنا يعني هو لعب كمال الاجسام يعني في مصر وصراحة مظلومين طب يعني انت بطل عالم بالنسبة لك بيصرف ايه بيصرف الدعفين مثلا لا بيصرف اربع خمس اضعاف وبتوصل ان هو ممكن يوصل يحط من جيبه ممكن يحط من جيبه لان يعني الاتحاد بتاعنا ما بيلقاش الدعم الكافي اللي يأهلوا ان يصرف على اللعيبة كلمني بقى عن الاتحاد بتاعك وعلشان انا مش فاهم هو المفترض الاتحاد يدعمكو ازاي لانه انا اللي عرفوا انه عندنا بطل شاب زي حالتك ولسه صغير المفترض انه الاتحاد بتاعه والدولة بشكل او باخر تساعدوا عشان بدل ما يبقى بطل محلي بس يبقى بطل دولي ونزود عدد ابطالنا ارياضيين لانه في الاخر حضرت اي دولة بتتقاس برياضتها بفدها بثقافية ايه المطلوب من مين في مصر هل مطلوب من الاتحاد انه هو يرعاق هل مطلوب وزارة الشباب والرياضة مين اللي مطلوب انه هو يبقى سبونسور بالنسباته مطلوب من الاتنين مطلوب من الاتنين وزارة الشباب والرياضة مطلوب انها تدعم اتحاد المصر لكمال اجسام لانها اعدت معكبات هو يدعم اللاعبين والاتحاد يبدأ يدعم اللاعبين بتوعه حيث أن الاتحاد ما بيأخدش الدعم الكافي من وزارة الشباب والرياضة عشان يصرف على اللعيبة ويدي اللعيبة مرتبتهم ويدي اللعيبة حقوقهم لعب بعمل بطل عالم أواخد بطل أبطال عالم زي كابتن عطيها شعلان كابتن محترم وكابتن كبير وكلنا بنشهد له باحترامه وأدبه وأخلاقه ومستوى العالي طبعا عامل بطل أبطال العالم في طولة العالم طبعا ده فخر حاجة حلوة لمصر وحاجة جميلة لمصر وليسه كان عندك أشرف الحوفي وكان لسه أخذ رابع في طولة أرنولد كلاسيك كابتن أحمد الورداني كابتن أحمد حمودة نزي أبطال كبار طيب أنت بتفسر بإيه عدم الدعم الكافي لكم كرياضيين في رياضة مصر بتجيب فيها مراكز كتير ودحقي والله هو بالنسبة للتفسير أنا ما عنديش تفسير أقدر أقوله لأن طبعا بيبافي التدخلات إحنا ما نعرفهاش في الإدارات بتاعت الاتحادات والإدارات بتاعت طب اللي بيقلكوا إيه السبب الرسمي المعلن إيه ما فيش دعم كاف للاتحاد بياخده طبعا كل الألعاب الفردية مش كمال أجسام بس هو طبعا التركيز كل على كرة القدم وده شيء ما يزعلش بس أنا زي ما بركز على نوع معين من الرياضة المفروض الرياضات اللي بتجيب معي مدليات دهب ومدليات بورونز ومدليات فضة اهتم بيها برضو هو كده يزعل على فكرة هو كده يزعلش هو كده يزعل طبعا بترفع رأس البلد يعني أنا بلعب باسم بلدي وبرجع رفع عالم بلدي فدي طبعا مفروض تلقى دعم كمان أحسن من كرة القدم يعني ده في رأيي الشخصي ده في رأيي الشخصي طيب انت بتشوف بقى ازاي تعال نتكلم بقى ايه على الحاجات اللي هي اللي انت مش بتعملها يعني الممكن نقول ايه كيمويات هورمونات في ناس تلاقيها منفوخة كده تحسين منفوخ على 40 كل حاجة فيه كثير وانا فجأت ان انا سمعت انه لا ده الناس ده ممكن تعمل كده في شهر يا جماعة شهر ازاي لا حوان مش عارف ايه وبيعمله ايه ومش عارف حوان ايه بتعرض اللي عظم اللي هو المني آدم يعني بيتحول بزرع وده بشوفه كثير وبسمع بقى من دكاترة كثير وانده بيجيب حوام وبيجيب كمسر وبيجيب 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 انت كلاعب كمال اجسامي وراجل بطل محلي كلمني عن الجزئية دي وقل لي ايه معلوماتك عنها و ايه ممكن تفيد الناس ازاي فيك الجزئية دي بالنسبة الجزئية الانجيكشن او الحؤن او كده او الهرمونات بصفة عامة طبعا هي من اخطر ما يكون على لعب كمال اجسام على اعضاؤه الداخلية واهمها الكبد والكلة والقلب لان انا بتشتغل على التلاتة وبتجهد التلاتة لان انا بدخل مركب هرموني نفس المركب الهرموني اللي موجود في الجسم الطبيعي بس انا بدخله صناعي فبيبدأ المركب الطبيعي اللي في الجسم بيبدأ يقف وبيشتغل على المركب الصناعي عشان ارجع على الطبيعي تاني دي طبعا في حد ذاتها مشكلة الوحدية دي اول حاجة تاني حاجة الهرمونات والحؤن وكده دي ممنوع دوليا واللعب اللي بيكتشف ان هو واخد هرمونات قبل المطش او يعني بمجرد شك ان هو واخد هرمونات قبل البطولة ده طبعا بيستبعد وممنوع في مصر وممنوع في جميع الاتحادات اللي على مستوى العالم بس اسمح لي انه لسه فيه برضو حاجات لم تدرج يعني من الحاجات الظواهر اللي اتكتب عنها في الجرائد وفي المجلات من فترة واصحافين اتكلموا فيها كتير اكتشاف انه بعض اللي عايدين بيستخدموا احنا الترامدول وانه ده مش ممنوع يعني ده مش ممنوع دوليا حتى في المسابقات ولما بيسألوهم انتو بتعملكوا ايدي عشان بيديهم قدرة على الاحتمال واللعب ده على هم على وصفهم يعني هو حضرتك طبعا مش بكدب حضرتك لسامح الله بس انا متهال ان الخبر يعني غير صحيح بالمرة لان في حاجات اقوى من الترامدول واشد خطورة ممكن لعب كمال اجسام ياخدها ده كمسكنات يعني الحقيق كمسكنات وكبور تجديني بور في التمرين وازا لا اصد ايه انه ده عشان مش مدرج او مش يعني هل ده من نوع بالنسبة لكو ولا ده بنا حاجات النوع يعني اصد ان ده من الحاجات اللي ممكن تخرج من المسابقة ولا قانونا لسا مش مدرج اكيد ممكن يخرج من المسابقة مش ممكن كمان ده اكيد يخرج من المسابقة لان طبعا بيبدأ فيه تحليل لأي بطولة عالمية طبعا مش في بطولات المحلية في البطولات العالمية لازم اللعب بيحلل وبيتحط تحت اختبار وإذا ثبت أنه هو ياخد أي حؤن أو أي هرمونات طبعاً بيستبعد بالنسبة لبطولات المحلية طبعاً ما فيش حد بياخد الحؤن أو الهرمونات وإذا خد بياخد على جنب وعلى مسئوليته الشخصية بيتابع مع الدكتور وعلى مسئوليته الشخصية عشان إذا حصله حاجة يبقى هو المسئول عن اللي حصله. طبعاً أنت تقدر تقول لي مثال على حد أنت شفته وخده كنت بتلعب تمر معاه وده حصل وخد الحاجات دي وضرته بعد كده والله الأمثلة كتير الأمثلة كتير هو ما فيش أنا مش متذكر حد حالياً. لا يعني قصدي أهم الأضرار اللي أنت شفتها رؤى العين مش سمعتها أنا يعني أهم الأضرار اللي أنا شفتها رؤى العين فيه منتجات طبعاً بتعمل طبعاً ما ينفعش أقول أسمية عشان ما يبقاش أه ما يبقاش أعليه. بس تعمل إيه دي بتعمل بامب في العضلة بتضخم العضلة بطريقة زي أكينك بتملاها مية يعني أكينك بتجيب بلونة وتملاها مية دي فيما بعد بتعمل تشوه في الجسم ولازم عمليها جراحية وأنا شفت ناس كتير بالمنظر ده وشفت بعناي دي هرمون يعني ولا دي دي هرمون آه دي هرمون بتكبر العضلة بطريقة يعني تشوف شكل قدامك عضلات لا هي مستبعدة خالص من اللي لحضرتك مجرد ان انت ما بتلاقيش التركيز اللي انت تحتاجه عشان اللعبة في لعبة عمتاج لك 3-4 كيلو لحمة في الطاقة عشان تطلع الكرياتين يطلع لك عضلة جويسة وكل يوم فده بيتهم برضو كرياتين بيتهم انه العضلات اللي بيكونها بتبقى منوع من المية انت شوف بتشوف ايوه علميا الكرياتين بيحبصوا المية في الجسم بيحبصوا المية في الجسم أو تحت الجلد بالتحديد فيبان ان العضلة ضخمة وكبيرة الكرياتين ده بيتاخد فترة ضخمة لو انا بعمل فترة ضخمة وبحمل بلك وفاتح في النشويات يعني برضو بنسب محددة وفاتح في الاكل برضو بطريقة محددة وبعمل فترة بلك أو فترة حضر ضخمة ده كرياتين كرياتين طبعا انسوا كرياتين هو بنزيل للعضلة هو مفيد جدا للعضلات وهو مفيد جدا للعضلات وهو موجود حتى في الاكل الطبيعي بتاعنا في جميع بس النسب اعال من بالزلط اللعب كمال الاجسام بيحتاج نسب اعلى من النسب اللي بياخدها في التخزية عشان عضلته تجبر لانه طبعا بيبزل مجهود في الجم جبار عشان اطمرن وعضلته تجبر لازم اخد نسبة تخزية اعلى من النسبة الطبيعية اللي انا باخدها طيب احنا اتكلمنا في نسبة التخزية واتكلمنا في الحاجات المكملات واتكلمنا في الحاجات هنا قبل هوا كنا بنتكلم انا وانت بتقول لي كمال الاجسام مش مجرد ان انا بلعب حديد لا ده بيحتوي على حاجات تانية كتير بيحتوي على تمرينات كارديو على تمرينات كذا اشرح لي بقى وفهم الناس اللي تتفرج عليك كمال الاجسام اي لعب بيلعب برياضة غير كمال الاجسام سواء العب قوة او جري او كونغفو او كراتي او اي لابك بوكس تاي كوندو اي العب قوة او العب عنيفة بيتطلب منه لو نسبة بسيطة انه هو يخش الجيم بتاع كمال الاجسام اولا تقوية عضلات ثانيا ثقة في النفس ثالثا شكله الجمالي والشكل العام بتاعه بيبقى كويس تمارين الكارديو بالنسبة للعب كمال الاجسام طبعا مهمة جدا الجري العقلة المتوازي دي طبعا بتعمل بتعمل تحديد بتحديد عضلي كويس بتدي شكل كويس بتحرق شحوم لو فيش حوم زيادة على العضلات بتحرقها بتزود معي النفس في التمرين فويدها كتيرة جدا يعني ومعروفة طيب مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا ونهاية يومنا ونهاية الاسبوع يا رب تبقى نهاية اسبوع عليكم كلكم يا رب واحد واحد وشوفكم بكرة مع فريق عمل جديد يا رب دايما نهاركم سعيد وزي الكل شكرا شكرا